بصمة ومزاق خاص طيب شريف مباراة مصر وليبيا الأولانية قررنا منها حاجات كتير وخصوصا أن مقدمتها أثارت جدل خلينا أتكلم في العنوين بس قبل ما أدخل في التفاصيل معك شفت المباراة ازاي وشفت شكل المنتخب ازاي تحت قيادة كارلوس كيروش شفتش حاجة يعني هو تقريبا نفس منتخب مصر احنا تعودنا عليه مع الكابتن حسان البادري مستر كيروش تقريبا أخذ حوالي 4 أو 5 حصة تدريبية فقط فكان صعب جدا أنه يضيف أي حاجة للفرقة مفتكرش هضيف عناصر جديدة لكن لم يضيف على التاكتك بتاع الفرقة أو على طريقة اللعب طبيعي برضو محدش يقدر يخاطر مرة واحدة في ظل دي الوقت اللي كان يعني أنت جيت قلت له تعالى ستيني منتخب مصر ولعب مباراة مصرية مع منتخب ليبيا فطبيعي جدا أي حد كارلوس كيروش أو غيره هيخاف بشكل كبير جدا من المجاسف هي المساحة ليس مساحة ريزك هي المساحة مساحة شغل أو ما كانش فيه مساحة للشغل هو ما كانش عنده مساحة أنه يحط تاكتك جديد أو يحط حاجة جديدة تقدر المجموعة تستفاد منها فتقريبا هو نفس النمط الدفاعي بتاع منتخب مصر هو هو بنفس الأخطاء هي هي ونفس النمط الهجومي بتاع منتخب مصر اللي تقريبا بين قصين عشوائي ما فيش يعني للأسف إحنا لما حاولنا ندور في العشر مباريات اللي فاتوا للمنتخب إنكلودينج المبارات دي على فرصة قررت مرتين بنفس الطريقة فاحنا ما لقيناش فما فيش نمط هجوبي فهو تقريبا أخذ الإرث بتاع الفترة رفاتت كلها وبدأ يشتغل بيه ما أضافش جديد لكن أضاف عناصر زودت شوية يعني أضاف مثلا مرموش صاحب الهدف فهو أضاف له جزء الجزء لو إحنا يعني الإضافة بتاعت مرموش هنلاقيها كلها فردية يعني كل الإضافة اللي قدمها اللاعب هي إضافات فردية فيش إضافة جامعية فيش حاجة نقول إنه هو الفريق استفاد من إضافة اللاعب ده في المكان ده فأضاف للمنظومة أو أضاف لطريقة اللعب يعني لعبنا بطريقة يلا بينا رجالة يعني آه نهاردة هنلعب بنفس الطريقة ولا طريقة تانية ده يكون سؤالي لك وقراتك للمواجهة النهاردة مصر أو ليبيا في تصفيات كمس العالم بس بعد ما نروح لفاصل ونجح نتكلم بقى في التفاصيل